اشتركوا في القناة بأن المؤتمر بأن مؤسسة التنظيم العقاري ستكون جاهزة في مطلع مارس القادم لاستقبال المتعاملين في هذا القطاع وأن الأنظمة الإدارية والإلكترونية ستكون جاهزة لاستقبال الطلبات بحسب البرنامج الموضوع لها وأكد سعدته على دور اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد ودعمها ومتابعتها التي أسهمت في سرعة إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري وتجهين مؤسسة التنظيم العقاري والتي جسدت رؤية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في تعزيز دور مختلف القطاعات غير النفطية وتعظيم مردودها بشكل مستدام في الاقتصاد الوطني بما يعود نفعها على الوطن والمواطن ومختلف أوجه التنمية في المملكة خاصة أن القطاع العقارية ضمن المبادرات الحكومية ذات الأولوية التي لاقت استجابة مهمة من الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء كون هذا القطاع وتطويره يتيتماشيا مع الجهود الرامية نحو تعزيز إسهامات القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني مضيفا بأن الإدارة التنفيذية تلقى الدعم والمتابعة من مجلس الإدارة الذي يرأسه معالي الشيخ سلمان بن عبدالله الخليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري المؤسسة سوف تساعد على نماء القطاع العقاري وتوفير البيئة والضمانة الحاضنة لها وسوف تسهم في وضع عاليات مناسبة للقطاع العقاري مما سوف يؤدي إلى مزيد من الاستثمار في القطاع نفسه فنحن ننظر بإيجابية وبتفائل القطاع العقاري الفترة القادمة أن القطاع رح يكون قطاع محمي من جميع جوانب من حيث البيع الخارطة وهو من أهم الأشياء التي نعمل عليها